وفي عهده تم تتويج الإمبراطور هيلسلاسي إمبراطوراً لكل إثيوبي وده آخر عهد بالكنيسة أنها تتوج إمبراطوراً أرثودوكسية وجايز البعض هنا يقول لي إيه الفرق يعني؟ يعني إيه تتويج؟ إيه دور الكنيسة في تتوج الإمبراطور؟ يعني نلقي نظرة كده سريعة نقول أنه قبل الإمبراطور هيلسلاسي كانت هناك الإمبراطورة زاوديتو وزاوديتو دي تنيحت وهي عمرها 54 سنة كانت يعني إنسانة صوامة ومصلية وحصل عندها ضعفة في القلب وبعدين عين الرأس تفري لو هيلسلاسي فيما بعد يكون مساعداً لها وبعدين رفعته إلى لقب ملك لأنه إثيوبي عبر عن ممالك كتيرة والإمبراطور هو رأس لهذه الممالك وبعدين في سنة 1930 تنيحت الإمبراطورة زاوديتو وحصل أنه رأس تفري يعني سيطر على الحكم وأصبح هو الإمبراطور لكل أراضي المملكة الإثيوبي فلابد من مسحه بالميرون المقدس ما عليش يا بونا بس يعني إيه علاقة المسح بالميرون بتنصيب رئيس أو ملك للدولة ما أنا يعني وقفت هنا عشان خاطر لابد الحتة دي نلقى عليها الضوء يعني أولاً حسب تأس الكنيسة أن الوحيد اللي يمسح بالميرون مرتين في حياته هو الإمبراطور الأرثودوكسي مرة يوم عماده ومرة يوم تتويجه ودي طبعاً مأخوذها من الكتاب المقدس قرن الدهن اللي مسح به سمويل النبي داود وجلسه على كرسي مملكة إسرائيل فدرجة الكنيسة على أنه لما تقول أن هذا الإمبراطور يعني مختار من الله وردي عليه الكنيسة وجه حسب القوانين تقوم تقيم له صلاة مخصوص لتتويجه والمطران الإبتي في إسيوبيا أو البابا الباطريارك أو ما ينوب عنه أنه يضع التاج على رأسه بهذه الصلاة وهذه الطلبات ويمسحهم بالميرون المقدس وعشان كده بقول أنه دي آخر مرة في التاريخ أنه يتمسح إمبراطور أرثودوكسي ما حصلتش تاني ومش عارف هتحصل تاني نظام الأباطرة خلاص بينتهي من العالم كله يعني فهنا كان في نفس السنة اللي ظهر فيها البابا يؤنس إسيوبيا ورجع فلما حصل كده وطلبوا أنه هو يتوجه أناب عنه أنبا يساب موتران جرجا الذي صار فيه ما بعد هو البابا يساب التاني سنة 1946 بعدها ب16 سنة برضو الموضوع بيتكرر تاني يعني آه فهنا طيب دي من ناحية نواحة الإيجابية اللي احنا بنذكرها من النواحة السلبية يعني نقول ما لنا وما علينا صحيح البابا كانت يعني تؤرقه حسب ما بيقول الأموس سامويل تودروس السورياني ودرج المؤرخ معاصر يعني عاصر بطاركا من ضمنهم هو عاصر البابا يؤنس نفسه وكاتب الكلام ده في كتاب أصدره سنة 1977 اسمه تاريخ باباوات الكرسي الأسكنداري كتاب معروف عنده كل الباحثين والمؤرخين وهو كان صديق شخصي للبابا يؤنس بيقول أن البابا كانت تؤرقه حتة يعني مخالفة التقاليد الكنسية فشاف رؤية والرؤية دي كانت مخيفة شوي أنه شاف نفسه في الصحراء ومجموعة لابسين سياب البادية زي يعني البدو بيجروا وراه وبيهددوه ومعهم واحد حبشي فبيقول هو بيخاطب الحبشي بيقول له طيب دول غرب بيتردوني لكن أنت واحد من ولادي واحد من أتباعي قال له لأنك خالفت تقاليد الكنيسة وجلست على كورس البطريار كي كلام ده موجود في هذا الكتاب أنا مجموش من عندي يعني أنا كل حاجة بيقولها موثقة في الكتب ومن شهود عيان فقام البابا يؤنس منزعج جدا من هذه الرؤية وبعدين جمع إليه 12 كاهن ما بين كاهن وراه وحكى لهم عن هذه الرؤية وقال لهم يعني أنا تعبان من الحتة دي فطمنوا وعملوا له سر مسحة المرضى حسب طلبه ودهنوا بالذت المقدس لمدة سبعة أيام وقالوا له يعني ما تقلقش من الحتة دي لكن حصل نوع من السلبيات أخرى في نزاع المجلس الملي مع البابا يؤنس وطبعا عشان نقول نزاع المجلس الملي هنرجع ورا شوية أثناء ما هو كان مطران في عهد البابا كيرلوس الخامس أنه تعرض للنفي هو والبابا كيرلوس الخامس بسبب أعضاء المجلس الملي في هذه الفترة تكلمتك أن سنة 1892 تكلمتك أن سنة 1892 تكلمتك أن سنة 1892 تكلمتك أن سنة 1892